قصة بنت مع الاكتئاب حبت تحكيلنا إياها ونرجع لكم خليكم معنا يومي النسان كيفكم مش أخباركم أتمنتكم وبفضل حال وانتوا قاعدين تشوفونا المقطع حقي اليوم طبعا زي ما انتوا شايفين مكان التصوير مختلف شوي حبيت اني أنا أغير في مكان التصوير وقلت هذا المكان حسيتك كذا حلو ومناسب و you know حبيتها حسيتك يا مكان جديد للتصوير المهم قايز مقطع اليوم زي ما هو واضح في العنوان رح أحكي قصتي مع الاكتئاب حبيت اني أنا أحكي لكم هذا الشي لأنه قد تكلمت عن هذا الشي بالسوري حقي الانستا وكثير ناس قالوا لي انه ايش السالفة لايش ايش اللي صار فهذا المقطع رح يشرح كل شي بالتفصيل وممكن تكون قصتي يعني ملهمة لبعض الناس اللي يعانون من الاكتئاب فيا الشيء يبتدى من يوم 21 2018 يوم قررنا نحن ننتقل من السعودية لتركيا طبعا كان وقتها يعني ما كنت بفكرة بالسلبيات ابدا بس قاعد افكر بالإيجابيات كان وقتها لي فترة حيل طويلة من يمسافر بره لمملكها فيا يعني كنت مرة فرحانة انه بسافر ومدري ايش زي كده انه بشوف فهمين كيف انه يعني بطلع بره لانه لي فترة من يمسافر وانه كنت متعود اني أنا أسافر فهمين كيف اول ما وصلنا طبعا انا يعني عارفين اوكي مبسوطة ومرة كيف انه مبسوطة وسعيدة فهمين كف بداية ما كان في ايشي ما زاعلني لانه او ماي جود اخيرا كده ولي جديدة نسجد وثقافة جديدة ومدري ايش وزي كده بعد تقريبا باسبوع واسبوعين شيء زي كده تقريبا كان بوقتها بداية الاكتئاب كان بوقتها كان بوقتها شعور مرة صعب لانه كنت حرفيا قبل اسبوعين مع اخواني ومع اختي كنا قاعدين نشوف درامات كورية ما بعض نطلع الساعة ست الصبح للسوبر ماركت عشان نشتري اشياء ومدري ايه والحين انا حرفين وحيدة ما عندي ولا بني ادم كانوا بس امي وابوي اللي معايا واخواني كلهم في السعودية حتى افتكر يوم انه اخذونا للمطار كانوا بوقتها وكلهم قاعدين يصيحوا فكان هذا الشيء كل ما يجي في خيالي اقعد اصيح اقعد اصيح بشكل ما يمزح فاهمين كيف فاللهما صلى اليك انا بكات بدخالتي معاي وطبعا ما كنا ينمون على بعض فما كنت احس بشي تجاهي ما كنت احس انه او معاي احد يهون علي ما كان حرفيا معايا اي احد كنت كل وقت كل يوم يوم اكلم اهلي يعني اخواني هناك كنت حرفيا اقد اصيح اوكي جتني صليحة كل ما اكلمهم اقول لهم انه انا مرة مشتاقة لكم وزمان وزي كذا واحس يعني احس صدق انه مرة مرة وحشتوني وانه متتجون وزي كذا بس ابتدى الاكتئاب يوم دخلت المدرسة يوم دخلت المدرسة حرفيا حسيت وقتها بشعور جدا مختلف حسيت نفسي كذا اللي مرة مختلفة عن البشر حسيت اني انا الصدق ما انت من هالمكان كاعد كذا اطالع ناس جديدة ثقافة جديدة لغة جديدة انا قاعدة زيل اطرش بالزفة ماني فاهمة ولا حرف كلها لغة تركية يعني لغة جديدة علي وان ماني دارستها وبشكل عام للامانة يعني انا ما تجدبني اللغة تركية للامانة المهم فبوقتها دخلت كذا على الصف طبعا انا ماني متعودة اني انا قيت في الصف بحجاب فكان الموظوم مرة غريبة عليها اني متعودة في السعودية دائم اني انا بدون حجاب بمريولي وقد اخذ راحتي عارفين كيف ما قاعدت ابدا والله قاعدت وزي كذا وجوني انو ناس يقوني وكلوني وزي كذا ومعرف ايش ومن هالكلام يعني كلمتهم ما في كان تقريبا الا ثمتين لهم يعني اماندا وصيدرا كانوا هم الشخصين الوحيدين اللي ارتحت لهم طبعا يبغض النظر عن بنت خالتي كان هم الشخصين الوحيدين اللي ارتحت لهم في الصف وحسيت انهم فعلا يعني لطيفين فبداية الموضوع طبعا يعني المهم فقالنا انو نتكلم ونسالف وزي كذا وعادي الوضع لكن حرفيا الشعور كان مرة شعور خبيل لانو بعد فترة انا ما رح اقعد اتكلم عن انو كيف بداية الموضوع اوكي طبعا انا ما كنت منستعب الموضوع كان موضوع مرة زي الزفتالي لكن نظام الدوام غير انك تقعدين وتحسي نفسك ما نكفاهمة وما تحسي نفسك تنتمي لهذا المكان وتحسي نفسك منطفية فعليا لانو انا من النوع في السعودية كنت اقعد في الفصل اقعد احرش حتى ابلاتي حتى اقعد احرش الابلات واقعد اكلمهم مدري ايش وزي كذا واسوي جو في الفصل وحتى في الفصحة حارثين الكل يارفرها لانه انسانة تتحمس يوم تصالف اقسم بالله انا في مدرستي هذي يوم كنت فيها كنت امشي وانا اغلاقي زي الزفت في الحضير اقسم بالله ويش يتناظروا وتقول وجه بومة يا لطيف اقسم بالله وجه كان جد يسد الرزق من قوة ما اني منفسها يعني حرفيا الناس يطالعوا ليش بها هذي ليش كذا معصبة ليش كذا مرة ملمحة تحسونك اقسم بالله تحسونك ان واحد قاتل لي احد والله لظيم فالمهم طبعا مرت الايام وزي كذا وحرفيا انا كل يوم كنت ابكي اقسم بالله يعني ما يمر يوم الا وانا اصيح بالصياح لين كذا انام وانا عيوني منفخة انام من قوة البكة تخيلوا معاي كنت احط راسي على السرير وافتكر كل لحظة في السعودية وكيف اني حرفيا مرة غير مرة غير اوكي فوقتي اعرفين كيف افتكرت يوم وادات صاحباتي وقلت لهم انو ان شاء الله يا رب راح اعمل اسوي اي شي عشان انو ارجع واقابلكم كان وقتها اخر ليلة في السعودية كانت مرة حلو اني قضيتها مع صاحباتي ومع اهلي كان شعور مرة حلو المهم فافتكر انو الاشياء اللي فانا افتكرت الاشياء اللي كنت قادة اصوها في السعودية كيف كانت حياتي كيف كانت روها هنا وقتها جد انهرت لانو حسيت روحي انطفت حسيت اللمعة اللي في عيوني الحيوية اللي فيني الحياة والروح اللي كانت حقية انطفت ما عدني روها ما عدني انا الشخص اللي انا حتى اعرف اطالي نفسي بالمرأة اقول انت مين يعني حرفيا اقول انت مين صرت انسانة هادية بزيادة قدام الناس انسانة جدا عصبية مع اهلي ما افارق سريري قاعدة بس طول الوقت على جوالي وفسريري بس على جوالي وفسريري وحرفين كل اللي اسويه يا اني اصيح يا اني قاعد اشوف اشياء تخص بانكتن عشان تهون علي لاني احسهم الجزء الوحيد اللي اللي من ماضي اللي لسه انا محارضة عليه وما ما فقته فيني فكنت متشبثة فيلي اخر نفس ما تعرفون اش كثر بانكتن ساعدوني في لحظة اكتئابي وخصوصا جنغو اقسم باللم يعني ما احد يمدي يتخيل من جد كنت بوقتها عانيت من اشياء كثيرة اني انا كنت دايما متوترة كنت دايما معصبة كنت دايما عندي قلق كنت فقدت الشهية فقدت الشهية وقصت وزن كثير كان حرفيا ما لي نفس الشي كانوا اهلي اني يوم يحاولوا يكلموني يحاولوا يحدوني حرفيا ما مستحيل ارجع وما اصيح مستحيل ما ارجع وابكي عند اهلي كنت جد جد عايشة بمأساة لدرجة اني حرفيا حسيت نفسي انا فقت نفسي انا جد فقت نفسي ومو بس كده حرفين النفاق الكرف اللي انا كنت اشوفه من ناس كثيرة المجتمع كان مجتمع ما يناسبني ابدا انا كيب اقولها بصريحة العبارة بس انا جد هذا المجتمع اللي انا كنت فيه مكتبه السعودية اللي انا كنت فيه ما كان يناسبني المدرسة يعني ما كان يناسبني ما كنت احس نفسي انتمي لهالناس اعرفين الوحدة ممكن تضحك في وجهك تطعنك تنافق عليك بدون اي سبب مع انها تكون ما تعرفك ولا فكرت انها ما عرف بس عقلياتهم ما تناسب عقليتي يمكن بس كم واحدة يعني اللي او اوكي عادي يعني او اللي مثلا مشيت معاها من صحبتي سيدرا كانت الوحيدة اللي كل ما اشوفها حرفيا كذا احس انه اوه لا هذي من نوع الصحبات اللي انا لو كنت في السعودية كت رح اصاحبهم كت رح او كتين هامشي معاها كت دايما يوم اتكلم معاها كذا احس صد يعني انه هي من جد انسانة مختلفة انسانة فعلا روحي تشبه روحها ترفون يوم تقولون ما احد كت تحسون صدق اللي انا انتبل هنا يعني من جد انا مرة ممتنة لها وانا مرة مبسوطة انه نحنا صحبات يعني لحد الحين يعني هالبنت كل ما لها قادة كذا ما كانتها تكبر في كلبي وقالت اني الاشياء جدا كثيرة طبعا بنت خالتي ما الوقت تقربنا حيل وصرنا مرة كلوزي لدرجة حرفيا لو تضايكت بروح اكلمها لو صلي اي شي بروح اكلمها لو احتجت احد اروح اكلمها فكانت دايما جمي وكانت دايما نواكم معاي حرفيا بنت خالتي الله يسيد هي يا رب بكل مرة افتكر كل وقفة وقفتها معاي مستعيل انسى لانه هي عانت نفس المعاناة اللي انا عانيتها في البداية خاصة هي ما كان عنده ولا اي بني اذبين حتى انا ما كنت موجودة اصلا وهي لها ست سنين فوقتها حرفيا كان قد ايش ان الموضوع قاعد يلين علي من طرف بس كمية الضغط اللي كنت انا معانية منه بطرف حرفيا انا مهما تكلمت ومهما شرحت احس اوصف لكم حجم المعاناة لانه انا كان كان نفسيتي زي الزفت كان كذا اللي صرت اخاف اكلم احد او اتعرف على احد من قوت ما اني قرفت جد جد انا قرفت تحسين نفسك كذا اللي انتي ما تناسبين هذا المجتمع وما تحسين نفسك انك انتي اساسا مرتاحة في اي شي كانوا اهلي كلما كلما حرفيين كلما اجي من البيت يشوفوني كذا وجهي مع الفط هون خلاص صرها حتى ايام كنت اتجنب اني اروح للمدرسة باني اغيب حتى قياباتي وصلت الدرجة ما هي طبيعية صدية وصلت الدرجة ما هي طبيعية حتى اساسا معروفة في الفصل اني انا اكثر انسانا كت اغيب لانى انا اقدر اتقل كنت اتقل فكرت انا مضطرة انا مجبورة ان اقعد في مكان الي مني مرتاحة له ولاandez مرتاحة مع الناس الي انا بدية معهم الصح ان في ناس مرتاحة معهم بس بنفس الوقت ولا شي جامل الناسatarين rollers بانكتان كنت كلما أسمعا لهم كلما اشوف شي لهم كانت كذا شي بالنسبة لي كي الراحة جد 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 طبعا صدق الحمد والشكر لله أنه هذا كله بفضل رب العالمين طبعا بفضل أهلي وبانكتن والناس اللي يوقفوا جنبي طبعا أنا وقتها كانوا متابعيني في ناس قديمة تفتكر كانوا وقتها معايا معايا في فترة يوم أنا كنت مكتبة وكنت دائما أكتب جرائد عن مدى مأساوية وضعي حرفيا بعد فترة أخوان يجوا وكان هذا حرفين أجمل شي صار لأنه أنه صدق يعني يوم يكون معاكم أحد منكم وفيكم يوم تبكون يوم تبون تففضون يعني تلاقون هذا البني آدم قدامكم كأنه قطع منكم فهمين كيف كأنه هو كأنه أنت كان أجمل شي حصل يوم أخواني جو كنت حاسة حرفين بمدى الراحة والسعادة ومن وقت ما هم جو قلت لهم أنه أنا ما عدني قادر أستحمل أني أنا أظل في ذاك المكان ما عدني قادر أستحمل حرفيا يعني قلت لهم أنا الوضع ما عد ما عدي جوز لي ما عد مهما حاولت أني أنا أتأقلم ما أقدر أتأقلم ما أقدر فاتحوا أهلي بالموضوع وقالوا لهم أنه وروها معت ما تدرس في هذه المدرسة خلاص قالوا أنه طيب إذا هي ما تبي تدرس في المدرسة فهي وين تبي تدرس في الظب قلت لهم حاليا طبعا وقفت راس الفترة من الزمن لأنه كان بوقتها نفسيتي مدمرة نفسيتي زبالة كانت نفسيتي جد 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 يعني خسرت وزن كثير كنت بس أبكي وأصيح وكنت إنسانة جدا متوترة وعانيت من أشياء كثيرة وحرفيا صحتي كانت زبالة كنت بس أكل حلويات بكثرة لدرجة ووجهين عدم بشرةين عدمت كانت ما عد وما كان كلها هنا حبوب وهنا وهنا وجهين عدم حرفيا كانت بوقتها فوقفت الفترة من الزمن بعت عن الشي التوكسيك اللي كان قاعد يسمني ويأذيني بعدين بعد الفترة يوم حسيت نفسي إنه خلاص قادر إني أنا أرجع كملت أونلاين الحمد لله وبوقتها حرفيا يعني الأشياء هذه المواقف هذه كل ما أذكرها أفتكر كيف هي قوتني طبعا أنا ما فقدت الأمل أبدا كنت دائما أقول روها أنتي هيجي يوم كنت أنا مكتابة طبعا في أشياء كثيرا ما ذكرتها أني حسها شي شخصي يعني ف كنت دائما أقول لنفسي روها أنتي راح يجي يوم ورح تقولي هذا ماضي وهذا هو الشي اللي قواني يعني ما تعرفون حرفيا كل ما أذكر هذه المواقف ممكن يعني روها اليوم ما رح تكون نفسها هي لو ما مرت بهذه المواقف يعني ما فقدت الأمل أشتغلت على نفسي وقلت لازم أني أنا أوصل للشي اللي أبا دامني حطيت شي في رأسي فأنا رح أقدر أني أنا أطلع من هذا الشي رح أقدر أني أنا أحقق طموحاتي وأهدافي طبعا وقتها كلمني أخوي الكبير قل لي روها قلت له هلا قل لي ليه ما تصري يوتيوبر قلت له ما أحس نفسي مستعدل هذا الشي ممكن أنه تهو بدري على هذا الشي قل لي ما في شي بدري علىها أي شي قل لي لا تؤجر عمل اليوم إلا الغد قل لي جربي وشوفي أنتي منك خسرانا بالفعل تردت بالبداية حاولت ألمح بحساب من حساباتي بالبداية وكان كثير من متابعين يقول لي سوي هذا الشي من قبل ما يعرفوا هذا الشي مرة يلي قريك فبالفعل تسويت هذا الشي واليوم أنا عندي 150 ألف مشترك 150 ألف أخ وأخت أحبهم ويحبوني أدعمهم ويدعموني حقق بفضل الله أشياء كثيرة أشياء كثيرة وفي أشياء ما رح أحكي عنها لأنها أشياء شخصية لكن الشي اللي يكفيني أنه اليوم أهلي فخورين فيني أني أنا اليوم قدرت أثبت نفسي بطريقة عومة وقدرت أثبت نفسي بأشياء كثيرة بغض النظر عن اليوتيوب بس كمان بأشياء كثيرة ولله الحم فملخص الكلام طبعا أنا يعني أحبت كذا أخليه في النهاية لا تفقد الأمل ولا تيأسوا أبدا اليوم هذا اللي أنتو تحلمون فيه واللي تبونا رح يجي صدقوني هذا الشي رح يجي اللي أنتو تبونا أي شيء أنتو تطمحون له فتأكدوا أنكم رح تقدروا توصلوا لأنا مؤمنة فيكم وأنا واثقة فيكم حرفيا واثقة أنكم رح تقدروا تتخطوا كل مشاكلكم وكل الأشياء اللي قد تمروا فيكم تذكروا أن لكل بداية نهاية مثل ما هذا الشي ابتدى بيوم رح ينتهي بيوم إن شاء الله يكون عاجلا غير عاجلا فالأشياء اللي أنتو قاعدين تحسون فيها أنتم وحدكم كثير ناس قاعدين يشاركونكم هذا الألم لا تخافون أنكم تفصحون عنه كونك شخص مكتئب ما يعني أنك أنت فيك خلل أن الناس تنظل لك نظرة استحقار لا الاكتئاب مشكلة مهمة ومشكلة حساسة جدا وإذا أنتم مكتئبين طلوا اللي بقلبكم لا تكتبون شي بقلبكم حاولوا دائما أنكم تنسكون أي أحد وتفضفضون لا إذا تبعون تفضفضون عندي تكتبون عندي أي شي اعتبروني مذكرات بالنسبة لكم اعتبروني دفتر بالنسبة لكم اعتبروني أي شي تبونا بس لا تكتبونه بقلبكم اعرفوا أن دائما فيه شخص رح يدعمكم رح يحبكم ورح ورح تقدروا أنكم أنتم تطلعوا من هذا الشي خلوا عندكم إيمان بنفسكم كونوا واثقين بهذا الشي ولا تخلوا الصعوبات والمشاكل هذه تتغلب عليكم صدقوني أنتم أقوب كثير من أن المشاكل هذه تتغلب عليكم صحيح أني أنا مرات أمر بفترات ضغط وأمر بفترات أكره فيها نفسي لهالدرجة ومرات أحسد صدق أنه الدنيا قافل في فوجهي لحد الحين بس بالنهاية أعرف أنه هذه مجرد فترات ورح تنتهي ما في شي دائم ومستحيل دوام الحال فحطوا هذا الشي ببالكم وصحيح أنه أختي اللي تقريبا حيصلي ثلاث سنين مو شعفتها بعيدة عني ويعني تقريبا هي أكثر شخص قريب مني ولقلبي بس لسه عندي إيماني أنه أنا رح أشوفها إن شاء الله قريب ورح ألتقي فيها ورح ألتقي بعيالها ورح أكلمها وحأحظنها وحنعيد الذكريات اللي قبل شي ما تعرفوا عني أني أنا شخص جدا متعلق بالماضي وعندي أكثر نقطة حساسة بالنسبة له موضي لأنه يحمل ذكريات جدا مهمة بناس جدا مهمة وبأشياء يعني أتمنى والله جد أتمنى لو أقدر أرجع للزمن بنفس عقلية الحين وأقدر كل لحظة فنصيحتي لكم قدر الذكريات عيشوا اللحظة إذا أنتو تحبون أحد قولوا للشخص قولوا لأهلكم أنكم تحبونهم قولوا لأصحابكم أنكم تحبونهم قولوا لأي أحد أنتو تحبوا أنكم تحبونا لا تأجلون هذا الشي لا تخافون بالعكس أو تستحون مثلا قول أختيني أنا أحبها ليشش فيها عادي بالعكس أنا أحب أختي أنا أحب أمي أنا أحب أبوي أنا أحب أخوي أنا أحب أخواني أنا أحب أهلي وين اللعب وين الغلط بالعكس هذا الشيء لازم أنت تكوني فخورة فيه لازم كلنا نكون فخورين فيه مو غلط بالعكس خلونا نحنا كلنا كده ننشر الحب بين بعض نكسر الحواجز والصور النمطية هذي حقت انه شيء غريب انه انا اقول لأختي اني احبها واني اهتم لها بالعكس هذا الشيء لازم نحنا نذكر فيه باظنا لانه الحب شيء حلو مرة فزي ما اقول قائز ان شاء الله يا رب كل مشاكلكم تنتهي بيوم من الايام وصدقوني لكل حاجة نهاية خلوكم واثقين بهذا الشيء و انا واثقة فيكم وانا شايفة باذن الله انكم كلكم رح تقدروا تحققوا اهدافكم وطموحاتكم بس اهم شيء لا تضغطوا على نفسكم والاشياء اللي تتعبكم تسموكم ابعدوا عنها ولو لفترة بسيطة ولو لفترة بسيطة ابعدوا عنها مو غلط اي شيء يضغطك ابعد عنها لا تخلون شيء فوق نفسكم وفوق صحاتكم ابدا مهما كان حطوا نفسكم الاساس بعدين تندرج الاشياء تحي وبس يا رب يكون المقطع عجبكم لا تنسوا اللايك واشترا وسبسكرايب لقناتي اذا انتم مو مشتركين من قناتي وحابين تشوفون مقاطع تخصني واشياء تخصني زي كذا حبت اني انا اشارك هذا القصة لعلها تكون سبب الهام شخص من الاشخاص احبكم مرة انا واثقة فيكم ومؤمنة فيكم استودعتكم الله انا ان شاء الله رح احكي عن موضوع الاكتئاب الخميس الجاي كونه هلا ما ضل عنا وقت لانه موضوع كتير حساس حضرت الفيديو وعندي كلام كتير ع هذا الموضوع وكيف انه بدنا نعانجه وكيف احنا اللي بدنا نحل هذا الموضوع مش حدا يحلل نيا بس بدنا هلا نختم وصلنا لختم حلقتنا اليوم شوفوني يوم الخميس القادم نفس الساعة ونفس التوقيت بني انا امال قطامي اكبر تحية للكم يعطيكم العافية